بالرغم من كل التحذيرات الأممية والأقليمية من استخدام أي طرف في سوريا للأسلحة الكيموية المحرمة دوليا إلا أن المحظور وقع من جديد وفي حلب هذه المرة وكلت أنباء سانة التابعة للنظام السوري أفادت بتعرض عشرات المدنيين السوريين لحالات اختناق تفاوتت بين المتوسطة والخفيفة جراء تعرض أحياء الخالدية وشارع النيل وجمعية الزهراء في مدينة حلب للقصف بأسلحة تحوي غازات سامة يقول النظام السوري بأن الفصائل المسلحة هي التي تقف وراءه وزارة الدفاع الروسية قالت أن القذائف التي استهدفت الأحياء المذكورة في حلب محشوة بالكلور متهمة الفصائل المسلحة ومنظمة الخوذ البيضاء بمحاولة تنظيم استفزازات باستخدام الأسلحة السامة في المنطقة منزعات السلاح لاتهام قوات النظام السوري بشن هجمات كيموية على المدنيين وفق تعبيرها المتحدث باسم الوزارة اللواء غور كوناشينكوف قال أن الخبراء الروس يتابعون عن كثب الوضع في المنطقة منزعات السلاح في إدلب التي يتحمل الجانب التركي مسؤوليتها عموما مضيفا أن موسكو تعتزم بحث الوجوم الذي شنته الفصائل المسلحة بالغازات السامة على حلب مع تركيا لكونها الضامنة للفصائل المسلحة بوقف الأعمال العدائية الفصائل المسلحة رفضت من جانبها اتهامات النظام السوري وروسيا لها باستخدام غازات سامة خلال مهاجمة مدينة حلب وقال أحد متزاعمي ما تسمى الجبهة الوطنية للتحرير المدعومة تركيا إن الفصائل لا تمتلك غازات سامة أو قدرات على إطلاقها كما نفى مصطفى سجاري المتحدث باسم ما يدعى الجيش الحر استخدام الغازات السامة وقال إن أي من الفصائل المنضوية تحت تشكيلات الجيش الحر لا تمتلك أي نوع من تلك الأسلحة الأسلحة الكيموية استخدمت عدة مرات خلال سنوات الحرب السورية ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا وتبادل النظام والفصائل المسلحة المسؤولية عن استخدامها وكانت روسيا حذرت مرارا من تحضير منظمة ألخوذ البيضاء وفصائل المسلحة بالتعاون مع دول غربية لما أسمتها مسرحية الكيموية لاتهام النظام بها ضرب حلب بالغازات السامة تطور قد يعيد خلط الأوراق من جديد ويدخل الأطراف في صراع من نوع آخر وسط محاولة كل طرف إلقاء المسؤولية على الآخر وبالتالي تحمله التبعات المترتبة على تحدي المجتمع الدولي ودعواته المستمرة بالكف عن استخدام مثل هذه الأسلحة المحظورة دوليا